موسيقى 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 فعلاً أنا لم أحضرت الدورة الفائتة أعطيت سيدة العمدة ولكن في الاجتماعات الليجان الوتيتر الرقم العقاري هو الصحيح والذي أعطيناهم في الليجان وعطيناهم قال لك مكينش وطائق واشنشرح لكم هذا شيء باش نفهموها نحن من نجينا كم مجلس أو كم كسب مدينة دارفيدا مع السيدة العمدة رفعنا التحدي الأول اللي القيناه وكان واحد المشكلة ونقتص وذاء منسبة لسكن دارفيدا هو مطرح مديونة مطرح القديم كان خصوه يتسد هذه سنين وسنين تحل في 85 سنة 1985 باش تحل كان خصوه يتسد هذه واحد العشر سنوات حيث هذه الأرض التي تحلت فيها المطرح الجديد دابا اللي على واحد المساة هذه الخمسة وثلاثين قطار كان تقتنى في يامة الولايات السي ساجد لهذا كان خصوه يتحل هذه سنين ما فهمناش علش ما تسدش تحدي الأول رفعناه هو يتسد هذه المطرح المديونة اللي قلت لك اللي قلت لك ولا عبارة عن جبل تشتتوين ولا بحلتوين والروائح الكاريهة كتوصلت الأحياء بعد الأحياء كاليفورنيا كاسيديم عروف عين الشق هذو كبوسكورا ولا ما عفك يقولوا لها اسميته الخضراء المدينة الخضراء ولو الناس كيندموا على الشروفية أول حاجة درناها سدينا هذا المطرح ثاني حاجة تحدي التاني هو نحلوه هذا المطرح الجديد على خمسة وثلاثين قطار ولكن هذا المطرح الجديد سيكون فيه العملية بحال المطرح القديم يكون طمر النفايات يمكنك تحط هذه النفايات كتلحم وكتدوز واحد تربة ممتين؟ وكي يجي او تاني الاخر بشكل طبقات قد يترفع او تاني او تاني او تاني او تاني اخر وما فيش واحد معالجة وهذا كانت العصير هذا الاكسيفيان اللي خطيرة مادة سما كين واحد البصان كين واحد البصان اللي يدار فيه ولكن مشي واحد المدة طويلة لهذا كتناء هذه الأرض هذي رفعنا فيها التحدي وهو تخص واحد الميزانية ضخمة وضخمة ومهمة لهذا بعض الاخوان فلجناك يقولك ما يوتبيت بانك ما دي تخرج التفرنك بميزانية الدربدة وزارة الوئاسية ووزارة الداخلية مشكورة ومديري شخص مديري العامة لجماعات المحلية قدرنا معه اجتماعات دورية واجتماعات ماراتونية وهما اللي كيقولوا غادي يقتانيوا الارض هم اللي غادي يقتانيوا الارض والوطائق حيث كيم ما قلت لالاخوان دي ولكم قبيلة احنا انا كممتيل دي العمده دي المجلس كنائب مفوض لهذا القطاع هذي كنعقد اجتماعات كل شهر مع السيد العامل دي المديونة اللي كي ترأس الاجتماع من اجل هذا هو شنو هو اقتناء الارض اللي اعلمي ساحة دي المائتين وستين قطار حيث يتوعد السيد كي يقولك مائتين وستين قطار او هاذو شنو بغين يدير فيها هذا رمصنع هذا مصنع اللي يكون في الصورة دي المدينة الدار بيضا تكون واحد اللي يضي يشارش اللي كتحترم فيها البيئة ويتم فيها الفرز والدواران ومعالجات هذوك النفايات ومعالجات هذيك المادة السمن ثانيا الميزانية ميزانية دخمة كما نقوله الميزانية دخلناها في واحد المخطط وطاني للتطهير والبيئة وهذه مشاركة فيه وزارة الداخلية ومشاركة فيه وزارة الوصية على البيئة الوزارة البيئة لهذا هذا النقطة التي تارت بالزيف الجدل كان واحد المشكلة في الرقم المشكلة المشكلة في الرقم ولكن الأرض هي البلاصة التي تفقناها مع وزارة الداخلية ومعالجات 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 التي ترأس في التراب بقعة الأرض هي مية ستين وستين قطار في نفس الموقع ونفس البلاصة ما دارت لجنة وحلا طارت لوله بقى في البلاصة مخطط بقى سيرين فيه ومعالجات التي تفتح مخارن 35 قطار خصوص من الثلاثة ويوجد المصنح ويكون فوجه مدينة الدربة ويكون صورة مدينة الدربة ومعالجات مدينة الدكية وعندنا مطرح ومعالجات تقليدي ليس تقليدي بداية كبيرة لذلك هذه النقطة التي ترأت بعض الأخوان لم تفهمها البارح فرقنا في الجناة وعطيناهم بعض الوطائق مرسلت الوزير الداخلية مدير السيد الولي مدير عام الجماعات المحلية ومدير الأملك المخزانية بأن هذه هي الأرض هالتيتر هالنمرات هالتيتر ونحن جاينا هنا كما نقول جاينا باش نشتغله حطينا واحد مخطط خصنا نشتغله به ماشي باش ننتهى الولاية دينا ويجيوا وقلوا ما درناه له لهذا أنا في القطع اللي مسؤول عليه رفع التحدي وهالتحدي هذا خصني نجح فيه إن شاء الله وكانتمنى نجحه فيه حيث يهمن البيضاويين كاملين وأنا كبيضاوي نتمنى نجح فيه لن يجح فيه العراقي لبناتنا حيث هذا يهمن البيضاويين لن يجح فيه من المنطقة السياسية ويتضيق نفكر فيه أنا كبيضاوي إذا كنت مصلح على الدار بيضاوي هل سأذهب معه أو لا؟ يوم الأحسن هل سأذهب معه شكرا شكرا لا تنسى لا تنسى لابنة الاشتراك ولكي وقال لا تنسى لا تنسى اضع الجرس وسيصلكم جديد جدا